الدعاء للقتل مستمر بعد عام على الكارثة على البعد ثمت بوادر لعودة الحياة إلى كامايشي لكن لا أحد ينسى الرعب الذي كان وقت أن ضربت موجات تسونامي هذا المعبد كان لشهور ملجأ للناجين عاد مكانا للعبادة فقط لكن الموتى ما زالوا هنا فهذه الصناديق تضم رمادى ثمان عشرة جثة مجهولة لم يعيش ذوهم ليتعرفوا عليهم ما حدث هنا ليس مجرد ذكرى بالنسبة لكل الناس يبدو كأن الزمن توقق عند ذلك اليوم من العام الماضي أزيلت أغلب آثار الدمار من كامايشي كما يظهر في هذه الصورة لكن إعادة البناء لم تبدأ بعد عائلة نينوما كانت تسكن في وسط المدينة بلغت موجات تسونامي الطابق الثالثة من بناياتهم كاد الصغار أن ينسوا أنهم عاشوا هنا يوما بيتهم الآن بناء مؤقت سابق التجهيز كحال الكثيرين في شمال اليابان كايكو نينوما تقول إنها ما زالت تفكر في اللحظات الأخيرة لمن ماتوا وأن هذا أمر لا يمكنها احتماله عام مرة لكن ذكرى تسونامي في كل مكان بصعوبة واضحة يحاول أغلب آثار كامايشي تخطي الكارثة هذه المدينة لم يتفكر كامايشي تقوم بنا بأس احتمالي في وسط من قبل سواء اللحظة كامايشي في ملتك تبحل كامايشي حامان كامايشي كامايشي